المشروع اللي تسرب مواشي مشروع اقرابة سبعة جور مش مشروع واحدة ناي المشروع يعني مختلفة كل واحد يعطيك نسخة لكلها تسريبات وانا طلعت على بعض النسخ مش لكلها يعني لكن غايبة كم يقول هشام بالضبط يعني غايبة فيها الفرضيات الاساسية لبناء يعني توقعات اقتصادية ومالية للبلاد انا منحبش الحديث الفرجوي متاع انكار كل شيء وتدمير كل شيء تحت بعض اللقطات اللقطات التلفزية زاورة عبير وعركة الكسيكسي مع قوانين المالية مش عمناه البركرة وعنى تقريبا من الفين وعشرة من الفين وحداش الان تقريبا عشرين قانون مالية بين قوانين المالية وقوانين تكملية لأنه كل عام عنا قانون تكملي تقريبا عشرين قانون مالية وصارت على كل هذه القوانين في احيانا نقاشات تافهة احيانا نقاشات غير جدية احيانا نقاشات متشنجة واحيانا وخاصة على مستوى الليجان على مستوى استدعاء الخبراء استدعاء وزراء المالية وقعت نقاشات معمقة ووقعت اصلاحات كبيرة في وضعية الحال شو مش يعمل الرئيس؟ ماذا ستقوم هذه الحكومة؟ الرئيس الجمهورية استولى على السلطة التشريعية وفي المرسومة 117 حط من جملة مجالات تدخل المراسيم هي المصادقة على اصدار قوانين المالية في حين انه فكرة البرلمان الذي يصادق على قانون المالية هي احد العناصر الجوهارية في النظام الديمقراطي الديمقراطية في العالم نشأت في بريطانيا على المسائل المالية على مصادقة ممثلي الشعب على القرارات المالية للملك نشأت الديمقراطية وفكرة البرلمان في العالم نشأت على مسألة المصادقة على القانون المالية قانون المالية الذي سيصدر بمقتضى الامر 117 هو قانون خارق للدستور هو قانون غير شرعي وسيحدث تعطيلات كبيرة على مستوى الالكزامات المالية للدولة على المستوى الداخل والخارج